خلينا أكون صريح معك أستاذ سرمد وصريح مع الحكومة وما سأقوله وسأطرحه وهو أيضا بسيغة السؤال على الدولة أن تراجعه هناك معلومة وليس تحليل أن هناك مواقع وهناك مدونين قد تم الاتصال بهم من قبل شخصيات سياسية نافذة قالوا لهم الريد متابعة ونشر سريع ودقيق على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قروباتكم ومواقعكم لكل جريمة تقتل مقابل مبلغ هذا واحد والشيء الثاني هناك أيضا مواقع وجيوش ومدونين يساومون الحكومة هاي النقطة الدولة يجب أن تحقق بها اللي مسياسي يتصل بمدون يقول لروج الجريمة هاي معلومة يا أستاذ سرمد عيب عيب والله عيب والله عيب أستاذ نجم والله عيب وذولا مو محبين للعراق عيب عليكم تستغلون بالعكس الأفضل تقدم مقترحات تقدم مقترحات وتحكي مو لقيتها فرصة من أجل تسقيط عيب هذا التسقيط كل رؤساء الحكومات أستاذ نجم وأنا قلت لك ياها اليوم كل رؤساء الحكومات اتعرضوا لابتزاز والله أحدهم كلفني قال يا أستاذ سمت دمروني دمروني بالمواقع وبالكتابات بالسوشيل ميديا وبالفيس زين إمام عقول هذا ما تطي منصب للعلم والاطلاع وهناك أسماء اسمعها هناك أسماء تهاجم المسؤولين والرؤساء الوزارات لأنه لم يحصلوا على عقود أو يجيب لواحد أو يجيب لواحد اسمعها زين يجيب لواحد يقوله ويا يقولهم أريد عقد لهذا أريد عقد لهذا أو تالي تقول له ليابا ما يصير هاي لازم الهيئة الاستثمار ويجيب المعاملة ودي المعاملة يطلع يكتب يطلع يكتب يكتب عليهم نفس الحالة هسا الشياء حمده يعاني أنا أريد من السيد الشياء أن يحقق في هذه المعلومة ويجب أن يكون هناك فرز بين الشريف وبين من يدع الشرف لأنه السياسيين ذولي أستاذ نجم أستاذ نجم رحمة الوالديك بس ثواني أنا مودة أنتقد يا أخي أنا مودة أنتقد 24 ساعة من أشوف سوء أنتقد ليش ما حجر علي تليفون وأقول لي أستاذ لا تنتقد لأن يعرفون أكو انتقاد من أجل التصحيح ومن أجل العراق بس أكو انتقاد من أجل أن يضرب لـ 10 ألاف لهم 15 ألف دولار هي هاي البلوة هاي البلوة أستاذ نجم أنت من تنتقد في أنتقد من أجل عراق أولادك عايشين بالعراق تريد يعيشون بسلام أولادي أولادي أستاذ حمزة أولاد أريد يعيش بسلام فمن ننتقد يعرفون دا ننتقد من حبنة لكن اكو ناس من ينتقد يريد لشدة تخليه بجيبة يا الله يسكت جايهم السلام ان شاء الله